اهلا بكم من جديد في حسا مغاربية لا يزال الجدل يتواصل في ليبيا بعد اعلان مجلس الدولة مسادقته على الالية المحالة اليه من مجلس النواب لاختيار شاغل المناصب السيادية وينتظر الليبيون الموقف الرسمي لمجلس النواب بعد ان اعلن مجلس الدولة الاستشاري انتهاءه من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية فيما يرى متابعون انه رغم اهمية هذه الخطوة فانها لا تلقى اهتماما يذكر في الوسط المحلي الليبي حيث تتوجه انظار الليبيين نحو الملف الدستوري كاساس مهم للمفاوضات بين المجلسين موسيقى 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 مجددا يعود ملف التعيينات القيادية في المناصب السيادية الى واجهة الاحداث في ليبيا في ظل الجدل واسع بشأن ظروف وتوقيت الخطوة لا سيما بعد مرور عامين على توقيع اتفاق بهذا الخصوص بين مجلسي النواب والدولة اثر سلسلة اللقاءات التي شهدتها مدينة بوزنيقى المغربية وذلك لاستكمال البنود التي لم يتم استكمالها فبعد اعلان مجلس الدولة المصادقة على الالية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية يترقب الليبيون الموقف الرسمي لمجلس النواب خاصة بعد دعوة رئيسه عقيل صالح اعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي الاثنين المقبل وانعقدت اخر جلسة لمجلس النواب في السابع عشر من يناير الماضي برئاسة عقيل صالح الذي امهل خلالها مجلس الدولة خمسة عشر يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات وبحسب مراقبين فان الصراعات بين الفرقاء تلقي بظلالها على ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية التي تنشط من العاصمة طرابلس كمصر في ليبيا المركزي وهيئة الانتخابات وديوان المحاسبة في المقابل اوضح النائب الاول لرئيس مجلس الدولة انه لا يوجد جدول زمني لانجاز ملف المناصب السيادية وهو ما فسرته مصادر مطلعة بوجود خلافات داخل المجلس تعود الى محاولات جماعة الاخواني عرقلة الاتفاق الحاصلي مع مجلس النواب وانضم لنا ضيفنا معنا من بنغازي الدكتور يوسف الفرسي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي كما ارحب من ترابلوس بضيفنا الاستاذ سنوسي اسماعيل المتحدد السابق باسم المجلس الاعلى للدولة ضيفنا اهلا بكم معنا ابدأوا معك دكتور يوسف الفرسي دكتور يوسف لا اي مدى اعلان قيادات جديدة لهذه المناصب السيادية التي لازال هناك اشكال عليها تمثل اهمية بالنسبة للجانبين مساء النور السادة تحية لك والسادة المشهدين والرضيفك الكريم اليوم نحن في صراع مستمر حول ملف المناصب السيادية وحول مسألة القاعدة التسرية ولكن في الحقيقة مسألة المناصب السيادية هي مسألة تتبر صعبة ومسألة في نفس الوقت مهمة ولكن الخلافات التي هي بين الاطراف الآن على مناصب حساسة وهي متعلقة بمصرف مركزي دول محاسبة وانفوضية العليل الانتخابات وبالذلك سوف تكون هناك خلافات مستمرة حول هذا شاغلي هذه المناصب وعلى عملية كيف يمكن ان يتم تنحت الشاغلي المناصب الذين الآن هم على سدة السلطة في هذه المناصب وبالتالي هناك اليوم اطراف من الفرقاء لا تريد حقيقة حسم هذه المناصب وانا اعتقد ان مجلس نواب منذ فترة طويلة ومسألة دولة انشغل بهذا الملف اكثر من مسألة الانتخابات وبالتالي اعطى هذا الملف اهمية كبرى ولكن لم يتم انجاز اي شيء على الارض الواقع لانا اعتقد ان هؤلاء المجالس بصفة عامة يحاولوا تضيع الوقت او يحاولوا تسيس هذه الملف بشكل كامل وافراغي من محتوها بشكل كامل على اعتبار ان الاولوي القصوى المفروض تذهب بملف الانتخابات وقاعدة سورية واجراء انتخابات في اقرب والاجال ولكن بذلك الملف والحديث عن المناصب السيدية رغم ان هي مهمة ولكن كان من الاولى ان يتم النقاش مسألة الاستحقاقات اللي هي مهمة والتي يعتبر فيها الشعب هي اولوية قصوى اكثر من المناصب السيدية على اعتبار ان هذه المناصب هي اصلا يعني صعب يعني الحديث عنها في هذه الاوقات في ظل هذه الصراعات واعتقد ان هذه المسألة سوف تترتب عليها تبعات كبيرة جدا خصوى حتى عامة الشعب غير مخترث بهذا الموضوع اللي هو المناصب السيدية وعلى اعتبار ان هذا الملف الان يعتبر صعب والحديث عنه ياخذ وقت طويل ومنذ فترة طويلة يتكلموا في نفس هذا الموضوع ولم ينجز اي منه على اقل تأبير ولكن المسألة بالسفة عامة هي حتى تتعلق في مناصب حساسة تتعلق بارتباطات الدول الخارجية هي لها اليد الطولة في هذا الملف يعني لا يمكن ان تتكلم عن مصنف مركزي او يتم تنحي صديق كبير الذي اتى عبر مازتقالي في 2012 الى هذه الان المسألة الحساسة التي تعتبر هي مورد وقوت الليبيين والتي يعتبر دول بعينها كيف بريطانيا هي متنفذة في هذا الملف ولا يمكن ان تسمح باي تنحي للسيد الكبير وبالتالي الحديث في هذه المناصب وهو امر عبث حقيقة لا يسوف لن يؤدي الى نتيجة ولن يؤدي الى اي استحقاق على الفترة البقبلة ولا حتى الحالية نعم دعنا نسمع رأيه سيد سنوسي اسماعيل سيد اسماعيل هل تتفق مع ما قاله ضيفنا الدكتور يوسف الفرسي على ان هذا الملف صحيح انه مهم ومهم جدا ليس فقط للاطراف المحلية الليبية ولكن للاطراف خارجية لها مصالح اقتصادية داخل ليبيا وهنا الحديث مثلا على منصب محافظ المصرف المركزي تحية لكم طيبة والدكتور الفرسي ولكل السادة المشاهدين اعتقد بان اهمية المناصب السيادية في هذا الوقت تكم في جانبين الجانب الاول هو انهاء الانقسام انقسام هذه المؤسسات وهي مثلا مهمة جدا ومن ضمن عرقلة الانتخابات وسيادة جو من التوتر والانقسام يعني بين الاطراف في ليبيا الاطراف السياسية هو استمرار هذه المؤسسات بهذا الشكل لذلك فان التوحيد هذه المؤسسات لمجالس ادارية جديدة اعتقد بانه شيء جيد ان تمكن مجلس النواب مجلسين النواب والدولة من انجاز هذا الاستحقاق طبعا يعني ما اعتدنا عليه من المجلسين انهما يخفقان حينما يصلان الى يقتربان كثيرا من الوصول الى تحقيق هدف ما فيحدث هناك عرقلة يحدث هناك تدخل دول يحدث هناك شيء ما لكن اعتقد هذه المرة ربما باعتبار ان هناك تنفيذ الاتفاق بوزنيجا فيما يتعلق بتقديم الترشيحات حسب الترتيب الاتفاق الى هذا سواء كان الى المجلس النواب او الى مجلس الدولة على حسب المنصب وعلى حسب الترتيبات التي تمت في اتفاق بوزنيجا فاعتقد بان من الممكن جدا انجاز هذا الاستحقاق قبل ان يكون هناك توافق على القاعدة الدستورية او ربما معالجة هذا الخرق بالذهاب الى تشكيل فريق حوار كما حصل في جينيب لكي يتم علاج موضوع القاعدة الدستورية لكن يمكن للمجلسين ان ينجز هذا الجانب اللي هو تعيين رؤساء ومجالس ادارات جديدة لمؤسسات السيادية وبهدف طبعا التوحيد وبهدف تجديد الدماء وبهدف اتاحة الفرصة الى الكوادر الليبية التي حرم بقوال عاشر السنوات حتى على هذه النقطة يا استاذ السيس السيس مسألة التقسيم الجهوي هذه ايضا عليها خلافات من داخل المجلسين من بعض اعضاء داخل المجلسين اذا كيف يمكن انجاز هذا الملف ايضا لا وما فيش خلافات بين المجلسين على موضوع يعني المعيار اللي هو الجغرافي هذا معيار جغرافي ضروري ضروري في ليبيا من اجل معالجة التوتر لان هناك توتر كبير في البلاد بسبب يعني هذه المناصب وانها ربما تذهب الى جهة معينة فقط وان يكون هناك حرمان للمناطق المهمشة فيعني هذا لنقول انه معالجة هي يعني واقعية للواقع في ليبيا والذي اصبح بوضوح انه يعني هناك منذ 2011 الى الان هناك ربما تنافس على المناصب بين الشرق غرب جنوب يعني هذا طبعا ما اعتدنا عليه ولم يخرج من ذلك الا هذه المجالس التي تتربع حاليا على المؤسسات السيادية وتجاوزت المدد القانونية وربما بعضها يعني اصبح في انقسام حالة انقسام كارثية تزيد من معدل الفساد وتزيد من التوتر بين الليبيين وربما تزيد من وطيرة التدخلات الاجنبية في سياسة هذه المؤسسات وفي سياسة يعني كل الدولة بشكل عام طيب اذهب لدكتور يوسف الفرسي دكتور يوسف الا تعتقد ان احالة اليوم مجلس الاعلى للدولة للمناصب السيادية هذه احالها البرلمان اليست باعتقادك ربما خطوة جيدة تسهم في تحريك هذا الجمود السياسي بين المجلسين نعم هي خطوة جيدة من باب تقديم الاسماع ولكن هناك خلافات اكبر من ما يكون كان من الباب اولى ان يتم الاتفاق على العسل التنفيذية عن توحيد الحكومة بشكل رسمي لان توحيد الحكومة سوف يعالج كل الملفات الاخرى الاعتبار ان الان اصبحت حكومتين وكناك صراح سياسي كبير جدا ولكن ملف المناصب السياسية اعتقد هو ملف كبير جدا وهذا ملف يعني اعتقد انه سوف ياخذ وقت طويل جدا وسوف لن تنجز يعني على عدة مستوياته كذلك ان عدام الوضع الامنية حقيقة في في مناطق معينة في منطقة غربية بشكل كامل سوف لن يسمع بتغيير هذه المناصب لان هذا المناصب المركزي والمناصب الحساسة هي تمترق قوات على ارض وهي عندها ميليشيات مسلحة سوف نتسمع بتغيير المحافظ او بتغيير شغالين مناصب السيادية التي تعتبر مصالحة مرتبطة بهذه الميليشيات هناك وضع امني غير مستقر هذا الوضع امني يلقى بذلاله على تغيير هذه المناصب الان مشكلة في ليبيا هي مشكلة امنية بامتياز لو تم معاجز المشكلة الامنية او ملف الامن بشكل كامل سوف يكون انجاز هذه المناصب بشكل مستمر وسريع ولكن العقبة الرئيسية في مسألة هذا الاستقرار وهذه المشكلة هي الحقيقية التي تأمن فيها هذا الملف طيب اذا باخر سؤال لضيفنا مترابلوس سيد سنوسي اسماعيل سيد سنوسي اسماعيل البعض تحدث في ليبيا على ان ملف المناصب السيادية هو الايسر في الانجاز ده كان كذلك لماذا لا يتم وضع جدول زمني للانتهاء من هذا الملف هو هذا يعني موضوع الجدول الزبني هذه في ليبيا دائما يعني الحقيقة محل يعني 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 شكوك حولها وعدم امكانية تنفيذ هذا الجانب لكن في تصوري انه من الجيد من خطوة جيدة ان يكون هناك اسراع في تنفيذ اتفاق بوزنيجا طبعا ربما نتحدث عن امن نسبي موجود متوفر في ليبيا كلها ومنطقة الغربية يعني برغم ربما حصول خروقات احيانا لكن بشكل عام الامن موجود متوفر ليس هناك اشكالية في الامن الجنائي بالذات مشكلتنا في الامن السياسي وعدم انتظام مسألة التشكلات المسلحة وإلى آخره لكن هذه كلها اعتقد بأنها يمكن حلها أولا بحل اشكالية الانقسام المؤسساتي وهو دائما يلقي بظلاله على كل شيء بالذات فيما يتعلق بالأزمة الأمنية وهي أزمة لا شك أنها أزمة مستفحلة ومهمة جدا ولا أنا لا أقلل من خطرها لكن أتصور بأن الذهاب في خيار توحيد مؤسسات سيادية هو جانب إيجابي سيساعد على تحقيق ربما المسارات الأخرى سواء كان مسار الدستوري أو كان معالجة الأزمة الأمنية معالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية وإلى خيره للليبيين لأن هناك بالفعل أزمة حقيقية ناتجة عن الانقسام وعن الفساد الكبير في إنفاق الأموال وإلى آخره وهذا كله نتيجة الانقسام فحينما ينتهي الانقسام وتكون هناك يعني مجالس إدارية جيدة بكفاءات وبتوزيع جغرافي يزيل التوتر بين الليبيين أعتقد بأنه جانب إيجابي نأمل أن يكون هناك إنجاز على الأقل هذان المجلسان يخرجان من المشهد السياسي بشيء يعني جيد وهو إنجاز توحيد المؤسسات السيادية وتغيير مجالس إدارتها وضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات أشكرك جزيل الشكر من ترابلوس ديفنا سنوسي اسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة كما أشكر أيضا من بنغازي دكتور يوسف الفرسي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعات بنغازي شكرا جزيلا لكم ديفنا حصدنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل زيارة وزير الخارجية الإيراني لنواكشوت تثير جدلا فهل تبحث طهران عن منفد تحوى الساحل الإفريقي؟ ترجمة نانسي قنقر